رؤيتك لمبارات يوم الحد طيب بالنسبة لمبارات يوم الحد ازاي ما قلت الحركة انا مش هتقدمنا جديد وعنده مشكلة كبيرة في مبارات يوم الخميس انه عنده اصابات كتير هتلعب بره ملعبك وعندك اصابات كتير يعني محمد صلاح خلاص بره انني بره تريزي جي بره فانت مطالب انك برده تطلع وتعمل اداء وتعمل نتيجة الجمهور في الوقت ده خلاص الجمهور المصري مش هيرحم وانا بقولها تاني يعني انا عندي نقطة مهمة بحب بقولها احنا ليه دايما حد مسؤول يقول احنا ليه غيرنا كيروش ايه السبب اللي احنا غيرنا كيروش لو على التقديم يا كابتل وفكرة انك تقدم كرة جديدة فكيروش قدم للكرة المصري قدم وجوه جديدة للكرة المصري انت بتتكلم من منطق انت لكن في جزء تاني يقولك لأ كيروش ما قدمش حاجة فلازم يمشي هي العملية دي اللي بنتكلم عليها المدير الفني يمشي ولا يقعد مدير الفني يمشي ولا يقعد لو هنفضل دايرين في الحلقة دي مش هنخلص احنا عايزين وكدت اتمنى ان الكابتل نهاب جلالي يكون عنده كمان مشروع يا جماعة جاي 22 علشان عندي مشروع لمدة اربع سنين بما فيها بطولة امم افريقيا عشان نوصل كاس العالم وبالتالي يبقى فيه الناس فهمة ايه اللي بيحصل لكن لو كل مباراة هنقول اداء وحش ومدرب بعديقات طب مستنين ماتش اسيوبيا طب مستنين الماتش اللي بعدين طب لو كابتل نهاب جلال ما وصلش دا دا ليمشي ونجي مدرب اجنبي تاني وهكذا 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 ما هو دا يا كابتل هي دي الدائرة اللي احنا فيها واللي احنا اتكلمنا فيها ما حرك في البداية واللي انت قلته في خطة للكورة المصرية والذلك انا بقول ان انت حركتلي عليها وبيقول لك وليه مشي ما خلاص كنا نصبر بقى على الرجل ونحط خطة ان الرجل يشتغل الرجل قدم لي وجوه جديدة كتير لمنتخة مصر شوفنا في كل الخطوط وجوه جديدة لمنتخة مصر جاب عمر مربوش لعب ما كانش حد يارف عنه حاجة وكنت حرج بتنادي في حلقات سابقة كتير في برامجك يا جماعة بصوا في لعب في اعمل الارم في حاجة كويسة فده رجل قدم لي جديد انا دلوقتي كانت انهاب جلال انت مسكت الفرعة مسكتها في وقت دا يا ادخل على مطشاط على طول الله يكون فوانك واي مدرب معاه هيبص انه لازم يعد اول مطشين او يعد كذا عشان يلقى قبول الجماهير بس لازم برضو يا كابتن اهاب اما انت تتكلم في مؤتمر كان انا كنت مستني الكلام ده في المؤتمر الاول ليك تكلمني عن الحركة بتقول عليدي عن خطة انا عامل ايه الكرة المصرية الفترة الجاية احنا هدفنا ايه انا مش عايز هدف خلاص مدر بيجي يقول لي طوله انا تتكلم وقال كابتن اهاب جلال قال ما تنتظروش ان انا هتطور الاداء في يوم وليلة وقال كمان انه هو بعد المباراة كابتن اه بعد المباراة قال لك كمان انا يعني مش هدي طبعا كل اللي اتعمل لا حابني عليه يعني اللي عمله كيروش حابني عليه وما بنيجي حنبني عليه ديه هل فرصة غياب النجوم زي محمد صلاح تريزيجي حجازي النني هل دي بيقى فرصة كمان ان احنا نزوء اللعيبة زي المتميزين في الدور المصري زي مثلا احمد عاطف على سبيل المثال ممكن نشوفه بشكل وباخر الولادين اللي ماخدوش فرصة هل كابتن اهاب جلال هيكون عنده الجراءة نزوءهم مباراة اسيوبيا ولا هيستنى مباراة المباراة الودية امام كوريا الجنوبية لا اعتقد يا كابتن ان هشوف عنصر جديد قدام اسيوبيا برى الملعب هيعتمد على نفس العناصر اللي بيعتمد عليها انا بندلاتي بقول لك التشكيل مش هتغير فيه كتير هيجيب لعب مكان لعب لعب من الاساسيين اللي كانوا بلعبه الموجودين يعني محمد صلاح هيغيب خلاص هلعب أحمد سيد زيزو في مكانه مرموش هيرجع في مكانه بعد هدف مصطفى محمد اعتقد مصطفى محمد هيرجع يبدأ بيه برى عشان يضغط كمان على دفاعات اسيوبيا لازم انت بتلعب برى ملعبك تلعب بفرود وبيضغط نص الملعب مش هتغير كتير والدفاع سيما هو اعتقد من الصعب انه يخاطر في المباراة دي لانه هو زي ما قلت الحراج هو بيبحث عن اول انت لو خدت ستة بنت في اول مجموعة بنسبة كبيرة في تصفات افريكا دي بيتاخد الاول والتاني بنسبة كبيرة ضمنت انك خلاص هتحجز احدى البطاقتين المؤهلين على المجموعة وزي محرك بتقول انه ممكن يوم 14 مباراة مباراة كوريا للجنوبية الودية دي ممكن نشوف فيها وجوه جديدة اتمنى اتمنى ان الكابتن اهاب جلال يقدم لنا وجوه جديدة ونشوف وجوه جديدة ويغير خاصة على سعيد لكن الناس مش هتزعل بالعكس يعني كابتن اهاب جلال يقدم لنا واحد زي احمد عاطف يقدم لنا حد يعني مهند لشين كان ينزل في اخر دقيق مالحيش ممكن جدا ياخد فرصة ولو انه مش ناشئ مش لعب صغير لكن من العناصر الجديدة نبص لعناصر احمد حمدي مثلا على سبيل المثال لعب كويس وادى مع النادي الاهلي بشكل كويس محترف نبص عليه الناس تتعرف عليه هو ياخد ثقافة المباراة وزي ما اقولك ده مش عيب يعني لسه بنتكلم على الدور المنتخب الإطالي اللي بيدفع باللعيب لسه عنده 18 سنة ولعبه امام المنتخب الألماني ده يا كابتن اللي بنقول انت انت جاب احمد حمدي واخد افضل لعب في الدور الألماني كذا شهر جايزة الشهر هناك واخده اكتر من المرة المباراة اوضحت لينا مباراة غينية الاولى ان انت في نص الملعب محتاج بلاي ميكر يحرك اللعيبة بشكل كويس طب انت جبت احمد حمدي ولعيب من الصغير هو ناشئ سنه مش كبير بس لعيب من الصغير عنده خبرات كبيرة لها في الاهلي فترات كبيرة ولها في اقل ولها في الجونة ولها في فرق في الدوري ولو لعيب سنه صغير ايه المشكلة ولو لعيب كويس عنده 18 سنة 20 سنة 21 سنة ده ما بقاش لعيب صغير بنشوف جايفي عنده 18 سنة بنشوف لعيبة عنده بدري يا كابتن واخد افضل لحظة دور الأزمة